يعني مصدر المعاناة واحد وموضوع المعاناة واحد ولكن التعبير عن هذه المعاناة أو شكل التعبير والاختيارات الشعرية والأساليب الشعرية مختلفة إلى حد ما توفيق زياد كان يؤمن أكثر مني بفاعلية الشعر إذا كان عبر عن نفسه بوسائل مباشرة أكثر أنا كانت الهاجس الجمالي عندي أكبر من هاجس عن توفيق زياد ولكن في آخر الأمر المشهد الشعري الفلسطيني لا يمكن رؤيته بشكل متكامل وبشكل شمولي إلا من خلال رؤية الموقع الذي احتله توفيق زياد فيه فنحن نكمل بعضنا البعض وليس على الشعراء أن نتشابه وأسوأ شيء أن نتشابه الشعراء لكل شعر صوته الخاص واختياره الخاص ولكن مضمون الرسالة الإنسانية والرسالة الوطنية التي نحملها هي الرسالة واحدة لأنه ينبوع مائنا الشعري واحد ونظرتنا لمستقبل كمستقبل في تحرر أكثر وحرية أكثر وعدالة وسلام كان واحدا وبالتالي أنا جوزه منتفيق زياد كما أنه كان إلى جانبي طيلة مسيراتنا الشعرية والنضالية إذا شئت